طبا يومكم، أنا رسام وظفة اجتماعية في مركز استقبال اللاجئين. اليوم أريد التحدث معك عن خدمات الرعاية الصحية. بعد استقرارك في المركز، يمكنك التحقق من صحتك في النقطة الطبية في المركز. في المركز تعمل نقطة طبية حيث يمكنك الحصول على الخدمات الطبية الأولية. في حال شعورك بالقلق أو التوتر، يمكنك التواصل مع الطبيب النفسي العامل في المركز. في حالة ضرورة، يمكن إحالتك إلى الأخصائيين، الطبيب النسائي، الطبيب الجراح، أطباء الأسنان، وأطباء التخصصات الأخرى. من أجل الحصول على خدمات الرعاية الصحية في لتوانيا، من المهم أن يكون لديك التأمين الصحي الإلزامي. يحق لجميع الأشخاص المشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي في لتوانيا الحصول على خدمات العلاج والرعاية الصحية دون رسوم إضافية. للحصول على التأمين الصحي، يتوجب دافع اشتراك شهري بالنسبة للأشخاص المنتمين إلى مجموعات حساسة اجتماعيا، الدولة تقوم بتزديد الاشتراكات. دعونا نرى ما هي الخدمات التي يمكنك الحصول عليها مع التأمين الصحي الإلزامي. التأمين الصحي الإلزامي يطمن لك خدمات الطبيب العائلي والوقاية من الأمراض، خدمات الأطباء المتخصصين، خدمات الطبابة في المستشفى، خدمات التمريد، الفحوصات والإجراءات، الأدوية والأجهزة الطبية القابلة للتعويض، الخدمات الطبية الطارئة. الأشخاص الذين ليس لديهم التأمين الصحي الإلزامي تقدم لهم فقط الخدمات الطبية الضرورية، الأولية والطارئة في مؤسسات الرعاية الصحية. يتم تقدم المساعدة الطبية الضرورية لجميع المرضى، الإحالة من قبل طبيب العائلة غير ضرورية، ويتم تقدم الرعاية الطبية الطارئة تقدم لحين استقرار حالة المريد. إذا كانت لديك أسئلة حول خدمات الرعاية الصحية، يمكنك دائماً الاتصال بلا خصائي الاجتماعي أو زيارة النقطة الطبية في المركز. إنشاء قصص الفيديو يتم تمينه من أموال صندوق اللجوء والهجرة والاندماج. ترجمة نانسي قنقر